وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده مع نظيره المالية عبدالاي ديوب أشار إلى أن وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا مستمر بشكل عام أما عن استكمال المفاوضات في العاصمة البلاروسية منسك فأشار عن المفاوضات حول الوضع المستقبلي لشرق أوكرانيا ووفق البروتوكول الموقع عليه في مينسك من المنتظر أن تمضي خطوة بهذا الاتجاه نأمل أن تبدأ هذه المفاوضات سريعا بين السلطات الأوكرانية وقادة لوهانسك ودونياتسك لفروف عبر عن قلقه لوجود قوات أوكرانية حول مدينة ديالسيفو وصفا إياها بالمتأهبة لشن الهجوم هذا وشاهدت مدينة ماريوبول الساحلية تجددا للمعارك بين القوات الأوكرانية والمتمردين الموالين لروسيا ترجمة نانسي قنقر